الإمام يهتم بوجود طلبته في حلقات العلم طبعاً أولاً الإمام في البداية بعد صلاة الفجر يقرؤون القرآن يقرؤون القرآن بعد الفجر لكن الحلقة ما بين فترة وأخرى قلسة تزيد تزيد مع الإمام فبقي الواحد يعني يبده وتبده صفحة وحدة فالإمام كان يخلي بعض الأشخاص أو بعض الطلبة اللي هم عندهم مكنة في القراءات ومتمكنين في القراءة وقراءاتهم صحيحة وقيدة كان الإمام يقوله مروح قرّي مجموعة من الطلبة هكذا مرّ مرّات واحد اسم محمد بن خلفان وأظنه أنه من الشرقية محمد بن خلفان من الشرقية وأظن أنه ألبو سعيدي فالمهم محمد بن خلفان هذا يعني يوم شاف الطلاب واجدين وكثيرين وكل واحد بده صفحة وحدة يقرأ قال ما أني أنا ما أقرأ في البيت أموني أجس في الحلقة والإمام طلابه رغم كثرتهم لكن يعرفهم قليل طالب من طلابه ما يعرفوا الإمام يعرفوا باسمه وفعلاً في يوم من الأيام الشيخ أو الإمام لقي محمد بن خلفان لقيه قالوا محمد يقول ما لك يقول ما جاي حلقة القرآن بعد الفقر هين ساير قالوا الإمام يقوله ترى طلاب واقدين وطلاب كثيرين وقلت ما علي أقرأ داخل بيتي قالوا الإمام يقول له قراءتك داخل بيتك نعرفك يقول لا تقرأ ويمكن تقرأ بزيادة يعني ما قلت أتقرأ لكن لما تجلس في حلقة القرآن الكريم تستفيد بخلاف قلوسك في بيتك لا تستفيد ليش؟ لأنه قد يقرأ الطالب الثاني فيخطي فتصحح له الخطأ فانت استفد بل أنك أنت نوبة تتعلم فتستفيد من ذلك الخطأ الذي وقع فيه الطالب الثاني والطالب الثالث والطالب الرابع فالأولى بك أن تجلس في حلقة العلم وتجلس في حلقة القرآن يقول ما تروح بيتك وتقول لي على أنه أنا أروح يعني أقرأ في بيتي لا تعال أتستفيد أتعرف الخطأ وتتعلم الصواب ترجمة نانسي قنقر